تبصر أخي في طريق الحياة بصائر للحق نورا مبينا تدل الحيار لذرب النجاة وتجلو الضباب عن السالكين وفيه هدى الله قرآنه تحل القلوب إليه حنينا وهدي النبي شفاء العي يبين ما حير السائلين تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ربنا خلقنا سبحانه وتعالى وأمرنا أن ننظر ماذا في السماوات والأرض وأن ننظر في أنفسنا أيضا فقال سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعيش وإياكم في مقدمة حلقتنا هذه عن عبادة عظيمة وهي التفكر التفكر في مخلوقات الله لنزيد إيماننا ونزداد يقينا بربنا وكذلك نتعرف على شيء من عظمته وما حواه هذا الكون من كمال خلقه وبديع صنعته سبحانه وتعالى فالكون كله من سمائه إلى أرضه شاهد بتوحيده سبحانه السماء وما فيها من كواكب ونجوم ومجرات والأرض وما فيها من جبال وأنهار الليل والنهار الحر والبرد الشتاء والصيف النبات الزرع والضرع والحيوان عالم البحار والأسماك والطيور والحشرات والبكتيريا والفيروسات وهذا الإنسان وحده عالم عظيم وفي الأرض آيات للمقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون سئل بعضهم بما عرفت ربك فقال إن البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير اجتمع ملاحدة بأبي حنيف رحمه الله وأرادوا أن يحاجوه في نفي وجود الله فقال لهم ما تقولون في من قال لكم إني رأيت سفينة مشحونة مملوئة بالأمتعة والأحمال وهي في البحر محاطة بالأمواج المتلاطمة والرياح المختلفة وهي من بين هذه الرياح تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها ولا متعهد يدفعها ويسوقها فهل يجوز ذلك عندكم؟ قالوا لا هذا شيء لا يقبله العقل ولا يجيزه الوهم فقال أبو حنيفة رحمه الله فيا سبحان الله إذا لم يجز في العقل وجود سفينة مستوية من غير ربان ولا قائد ولا متعهد ولا مجر لها فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها وسعة أطرافها من غير صانع ولا حافظ فبكوا واعترفوا بالحق سئل الشافع رحمه الله عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم يعني الحرير فيخرج منه الإبريسم وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشات والبعير والأنعام فيخرج منه اللبن الصافي وتأكله الضباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد فتفكر أيها الإنسان في نفسك وانظر في مبدأ خلقك قبل أن تعصي خالقك وتتمرد عليه ماذا كنت من نطفة انتقلت إلى علقة فمضغة حتى صرت بشرا كامل الخلق مكتمل الأعضاء الظاهرة والباطنة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذه النطفة لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا ويشقوا لها بصرا ويوجدوا لها عقلا ويبدعوا فيها قدرة أو يكسبوها علما أو يدخلوا فيها روحا بل أن يكونوا عظما واحدا من أصغر عظامها أو عرقا من أدق عروقها أو شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك شيء ينمو بخلايا ولو اجتمعوا على تنميتها هذه التنمية العجيبة وتركيبها هذا التركيب المنظم وترتيب الأعضاء على هذا النحو المحكم بحيث يكون كل عضو في محله اللائق به لعجزوا عن ذلك يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الله خالق كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء من قطرة من ماء مهين إذا كان هذا خلقه للإنسان من قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السماوات وعلوها وسعتها وعظم خلقها وحسن بنائها وأبوابها وسمكها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها وتفاوت مشارقها ومغاربها كل عضو من أعضاء الجسم يحتوي على آيات باهرة فالعين البشرية مثلاً جوهرة الحياة والنافذة التي ننظر بها إلى العالم نميز بين الجميل والقبيح والأبيض والأسود آية عظيمة من عجائب قدرة الله العين البشرية يمكنها التمييز بين أكثر من مليون لون مختلف عضة العين أسرع العضلات تفاعلاً في الجسم تتقلص في أقل من واحد على مئة من الثانية هذا الدم الذي يجري في شراييننا وتتجلى فيه قدرة الله كل كرة دم من كرات الدم الحمراء تحوي على ثلاثمائة مليون جزيء من الهيموغلوبين يبلغ عدد كرات الدم الحمراء في الرجل تقريباً خمسة مليون خلية في المليمتر المكعب الواحد وعند المرأة حوالي أربع ونصف مليون في المليمتر المكعب الواحد دم الإنسان يقطع مسافة تسع آلاف كيلومتر يومياً عبر الأوعية الدموية المختلفة ألا تتأمل يا عبد الله هذا الدم داخل الجسد يسير في العروق بكل سهولة وانسياذية لو تجمدت نقطة واحدة منه توقفت الدورة هلك الإنسان وإذا جرح يتجلط الدم بأمر الله ليسد الجرح ولو ما تجلط لاستمر النزيف وهلك الإنسان من الذي يجعله يسيل داخل الجسد ولا يتجلط ويتجلط عندما يحدث الجرح على السطح رئتاك التي تتنفس رئتاك اللتان تتنفس بهما نسيج الرئة يحتوي على كثير من الشحوم التي تتمتع بطاقة حرارية عالية في الأيام الباردة تحترق هذه الشحوم مولدة كمية كبيرة من الحرارة تكون حجابا حراريا واقيا يحول دون برودة الجسم تتجلى قدرة الله في خلق الجهاز التنفسي عندما نستنشق هذا الأكسجين فإنه يدخل فيما يعادل ثلاثمائة مليون غرفة صغيرة في الرئتين ما يسمى بالحويصلات الهوائية هذا العضو الصغير لو تم بسطه بعناية وفك تلافيفه فإنه يصل إلى حجم حمام سباحة مساحة تقدر بأربعين مرة من حجم الجسم العظام التي يتكون منها الأنف مخلوقة بطريقة بحيث يمكن للهواء أن يدور أكثر من مرة داخل الأنف وبذلك يصبح الأنف دافئا فإذا دخل الهواء البارد يتولى الأنف رفع درجة الحرارة إلى ثلين وثلاثين درجة مئوية حتى يهيئه للمرور بالحنجرة والقصبة الهوائية ويتواصل لرفع درجة الحرارة تدريجيا حتى يصل إلى معايير المضبوطة لدخول الحويصلات الهوائية الكلية تحوي وحدات صغيرة تسمى بالكبيبة تقوم بأول خطوة في ترشيح الدم لتشكيل البول مجموعة من الأوعية الصغيرة التي يصعب تمييزها بالعين المجردة التي يسمونها بالنفرون يقدر عددها بالمليونين لو وضعت كل واحدة بجانب الأخرى لوصل طولها إلى ثمانين كيلومترا تقريبا يمر عبر الكليتين يوميا ألف تسعمية وثلاثين لترا من الدم تقوم بترشيحه وتصفيته من السموم والمواد الضارة وليس فقط كذلك بل إن الكلة تعمل بقدرة عجيبة لتعيد المواد النافعة إلى الدم مرة أخرى بعد ترشيحه ولها ميزان دقيق وتلتقط المواد الذائبة في الدم معينة دون مواد أخرى القلب هذه المضخة التي ترتبط بمئة تريليون خلية في جسمك بعضها مع بعض دقات القلب تصل إلى مئة ألف دقة في اليوم الواحد عملية ضخ الدم في كل ضخة يضخ القلب ثمانية وعشرين ملي لتر قلبنا يضخ يوميا ثلاثة واربعين ألف لتر من الدم ومعنى ذلك أن القلب يضخ ما يقدر بميتين وخمسين طنا من الدم في عمر الإنسان المتوسط عدد الأوعية الدموية يصل في الجسم إلى ميتين وستين ملياراً طول الشعيرات الدموية في جسم الإنسان إذا مدت مع بعضها تصل إلى تسعمائة وخمسين كيلو متراً تقريباً كمية الحرارة التي تنبعث من جسم الإنسان في اليوم الواحد في الشخص العادي كافية لكي تصل بأربعين لتر من الماء إلى درجة الغليان تأمل أيها الإنسان في خلقك وفي خلق السماوات والأرض من فوقك ومن تحتك وما فيها من العوالم لتعرف عظمة ربك ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً أين الملاحدة؟ أين الذين ينكرون وجود الله؟ أين الذين يقولون إن الكون قد جاء صدفةً وإن الإنسان خلق صدفةً؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ عالم البحار كم نوعاً من السمك حتى السمك الشفافة سخر البحر لتأكل منه لحماً طرياً وتستخرج منه حليةً تلبسونها ترى الماء العذب والمالح يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً كل شيء عند الله بميزان كل شيء عنده بمقدار وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم المطر ينزل من السماء أين يذهب؟ وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون لكن يمسكه من أجلنا خزانات إلهية لم يصنعها البشر لكن الله هو الذي صنع الخزانات المياه الجوفية نصل إليها بالحفر والآبار وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا الهواء الذي يتحرك في العالم ولولا أنتنت الأرض وتعفنت ومات الناس ولما كان ماءها هكذا ولهواءها هكذا حتى ملوحة ماء البحر في الحكمة العظيمة وتطفو هذه السفن الفلك في البحر تجري وهذه الأسماك تعيش هو الطهور ماءه الحل ميتته لو استخرج ملح البحار وجففة ووضع على قارات اليابسة كلها ولم نغادر مكانا إلا فرشنا عليه هذا الملح لبلغ ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة مئة أو ثلاثة وخمسين مترا من الذي أتى به وأذابه في هذا الماء وجعل ماء آخر عذبا لأجل شرابنا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا يا جماعة جعل لنا بهيمة الأنعام سخرها لنا طعاما وشرابا وكساءا وفراشا ومركبا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا علي حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين أبيض خالص من الشوائب نقي من أين يخرج من بين فرث فضلات بقايا طعام ودم مستخبث من الذي أخرجه؟ من الذي نقاه؟ من الذي صفاه؟ لون جميل وطعم سائغ من أجلك عجائب المخلوقات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ومناسبتها لبيئة الصحراء ورموشها الكثيفة التي تحميها من الرمال المتطائرة وهذا الظلف المشكوق وهذه الأخفاف يقوده الولد الصغير يغلق الجمل أذنيه ومن خريه لتوقي الرمال وتحمله أخفافه وتساهله الحركة في الصحاري رجل الجمل مثل المخده تتحمل حياة الصحراء ورقبته الطويلة كبرج المراقبة يتمكن من رؤية الماء والخضرة من بعيد وحيوانات أخرى هذه الزرافة في طول عنقها وتناسق أعضائها ورشاقة جسمها فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر وفي عنقها صمام يقطع تدفق الدم عندما تنحني للشرب حتى لا يقتلها الضغط وإذا أرادت أن تضع رأسها في الأرض لتأكل ينهمر الدم كله إلى رأسها فإذا تدفق الدم احتقلت شرايين الدماغ فإذا رفعت رأسها فجأة لا بد أن تصاب بدوار أو إغماء فجاهزها ربها بآلية عجيبة حيرت العلماء شرايين رأس الزرافة لها طبيعة خاصة لها عضلات إذا جاءها الدم تتسع بفعل انبساطها حتى تستوعب جميع الدم الذي جاء إلى الرأس بفعل الجاذبية وهذه الشرايين لها صمامات حيث ترفع رأسها فجأة تغلق الصمامات كلها فتبقى هذه الكمية من الدم في رأسها ثم تفتح شيئا فشيئا ليعود الدم تدريجيا إلى بقية شرايين الجسم من الذي خلق هذه الآلية أصلا الوصول إلى هذه الفكرة لو أراد البشر أن يفكروا واختراع مثل هذه الآلية بغض النظر الآن عن الخلق والإيجاد نفسه آلية الحركة والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع منهم من يمشي على بطنه منهم من يمشي على رجلين منهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على ثمان وأنظمة الانتقال عجيبة في الطيور والزواعف والبرمائيات شيء عجب في أنظمة التكاثر سبحانه انظر إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله والله ينقضي العجب وما لا ينقضي العجب وما ينقضي التفكر والتأمل في مخلوقات الله نسأل الله أن يزيدنا إيمانا ويقينا وبصيرة سبحانه وأن يجعلنا من أولي الاعتبار والشكر وقفة يسيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله موقع الشيخ عبد العزيز بن بازن رحمه الله النتاج العلمي للشيخ بن بازن رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات أكثر من 12 ألف فتوى صوتية ونصية فتاوى محاضرات ودروس إملاءات صوتيات محتوى برنامج نور على الدرب www.binbaz.org.sa ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية سقيه يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا ياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة ويكون المسح في الحدث الأصغر وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر فإن أراد المسح مرة أخرى واجب عليه أن يتوضى أولا وضوءا كاملا يغسل فيه قدمي ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة حياكم الله وإخوة الأخوات أبا سعد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الله يحييك يا هي سؤال بس الرجل الذي يترك الدخان ويقول أعاهد اللهم أني لا أعود إلى التفكين أو أي شيء فما حظه إذا عاد إلى هذا الشيء يا شيخ طيب طيب والسؤال الثاني نعم والسؤال الثاني إذا رمى أحدهم الجمرة ونسي وقال بسم الله هل في ذلك شيء طيب طيب بإذن الله شك حياك الله تسمع ماذا يقال عند رمي الجمرة هل ثبت بسم الله أو التكبير فقط الأخت مريم تفضلي مريم نعم نعم لو سمحت أنا حديثة للشيخ سؤال تفضلي أنا عندي أسهم في شركة الراج دعم وأضعتها في سامبا ولها أربع سنوات لأنه سعرها يعني ما هو سعر السوق والأربع سنوات ويب المحتضة لا ببيتها ولا ببيتها ما حكم هل تجري فيها ذكا طيب 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 هذا السؤال أيضا قد وردنا على رقم الأسئلة أو رقم الرسائل الخاص بالبرنامج أعاني منذ مدة من وساوس الكفر والسب والاستهزاء وهي خواطر قلبية وأشياء يلقيها الشيطان الجواب هذه لا تضرك ما دمت كارها لها ما دمت كارها لها فلا تضرك الحمد لله استعذ بالله من الشيطان ثلاثا اتفل عن يسارك ثلاثا قل آمنت بالله ورسله وإقرأ قل هو الله أحد أخ عبد الله تفضل شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله يا فضيك الشيخ عليكم السلام وطيب بركاته يا فضيك الشيخ لو تكرمت حكم التأمين الطبي إخدام التأمين الطبي ليس التعاوني التأمين الطبي المفروض غيره السؤال الثاني لو تكرمت صالة أفراح يقام فيها اليوم عرس إسلامي وغدا عرس يوجد فيه أغاني وما شابه ذلك فهل يجود إقامة عرس إسلام في هذا المكان وجزاكم الله خير حياك الله أخ محمد من ليبيا تفضل حياك الله أخ محمد من ليبيا تفضل محمد محمد أخ محمد أخ محمد شخص طارق نعم أنا بديك شخص حالي الله يحييك حياك الله تفضل الله يبارك فيك شخص طارق الله يبارك فيك يا شيخ لي أنا بني كش على سالة الصالح إن شاء الله نعم كنت كريم بني كش على سالة الصالح أخذ ذلك كان من بديك نعم شديد كتب وليسين مجرعة وليسين مجرعة طيب ممكن ترسل لي السؤال محمد ممكن ترسل السؤال على رقم الرسائل لو سمحت لأن الصوت غير واضح ما ميزت الحروف الأخ محمود تفضل محمود وعليكم السلام وطيب بركاته محمود لفضل تفضل السؤال حول التمويل مع وعده بالتأهير التأهير مع وعده بالتمليك مع وعده بالتمليك طيب طيب حياك الله خير حياك الله يقول أيضا هنا السؤال نذرت لقبر أحد الصالحين قبل عشرين عاما وقد عرفت الآن أن هذا خطأ طبعا هذا لا يجوز الوفاء به لأن هذا نذر محرم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نذر في معصية الله وعليك التوبة من النذر أصلا من هذا النذر المحرم هل على المرأة غسل يوم الجمعة وهي تصلي في البيت ليست مثل الرجل طبعا فإن الناس الرجال إذا جاءوا إلى صلاة الجمعة يغتسلون لحرمة المسجد واجتماع المؤمنين وعدم تأذي الملائكة وعباد الله برائحة كريهة ويتطيبون للصلاة والوقوف بين ذي الله فإذا المرأة ليست مثل الرجل في هذا لكن إذا أتت المسجد صارت مثله وقال بعض العلماء أن الغسل مرتبط باليوم وليس بالصلاة فإذا قلنا مرتبط باليوم إذن هي تغتسل أيضا وإذا قلنا متعلق بالصلاة فإذا أتت المسجد تغتسل يستحب لها وإذا كان الإنسان ذا رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كانت رائحة مؤذية يجب عليه أن يغتسل وإذا ما كان في رائحة مؤذية يستحب له أن يغتسل الأخ أحمد فضل السلام عليكم عليكم السلام وطيب وبركاته كيف حال إياك الله لا طمحت أنا عايز أسأل أن في أخ عايز يتجاوز بامرأة غرطية مسلمة يعني هي أمريكية مسلمة أيوة أسلمت حديثا يعني أيوة فهو عايز يتجاوزها يعني بعلم أهلها وبعلم أهله لكن هو الأرض في الإشهار يعني لا يرغب فيه فيه إنه هو ينشر الخبر للجميع يعني هو جواد بدون الإشهار أو رفضة في الإشهار للجميع فقط بعلم أهله وبعلم أهلات طيب تسمع الجواب طيب طيب تسمع الجواب في حكم إشهار النكاح وماذا لو اختصر على الشاهدين فقط لخت سميحة من الجزائر سميحة من الجزائر نعم عليكم السلام وطيب وبركاته يا سميحة أرسل السؤال أيوة أرسل السؤال لأن الصوت يتقطع أرسل السؤال لأن الصوت يتقطع يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل إذا قال الرجل بعتك السلعة بكذا على أن يدفع المشتري المال غدا ويتم البيع ثم تراجع البائع عن البيع هل يأثم؟ طبعا إذا قال بعتك بكذا والثمن مؤجل فإذا ما كان ذهب أو فضة فلا مانع فإذا انعقد البيع وافترقا لزمه ماء فلا يجوز بيع أن يتراجع إلا برضى المشتري وتصبح في هذه الحالة إقالة ومن أقال مسلمان أقال الله عفرته لكن لا يجوز أن يتراجع بدون إذن المشتري لأن العقد قد انعقد والبيعان بالخيار ما لم يتفرق الأخ فهد تفضل السلام عليك وعليكم السلام وطيب بركاته كيف حالك يا شيخ الله يحييك يا شيخ أنا بس أنت خادم هالخادم هندوسية أيوة فما أدلي هل يعني يجوز ناكل من طعامها وإذا ما يجوز طيب تسمع الجواب هل يجوز الأكل من طعام الخادمة الكافرة وكذلك غسيل الملابس عند الخادمة الكافرة الأخ ياسر تفضل السلام عليكم الشيخ عليكم السلام وطيب بركاته أنا عندي سؤالين يا عفضل الشيخ نعم السؤال الأول حلل أن العمى حطم العمل في أحد البنوك كيف تحصيد في أحد البنوك ليش؟ في أحد البنوك كيف تحصيد كيف تحصيد أو جايد أو غير جايد طيب طيب السؤال الثاني نعم السؤال الثاني يا عفضل الشيخ الوارد هو يرحمه متوقف من 30 سنة يعني أنا والورثة أنه متوقفين عدم توزيع توزيع هو الثالث نعم فهل هذا جايد ولا يكون في إشكالية أنه لازم نوزع الثالث طيب طيب شكرا أنتم متفقين يا أخي على عدم التوزيع؟ نحن متوقفين تمام تمام خلص حياك الله الأخ عبد الله ألو نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا الله يحييك ما نصرت يا أخي أنا زوجت قبل سنتين أيوة وحكت لي زوجت يعني أمها أن أمها مي كويسة أنا منعت من أمها لحين تقريبا سنة ما ترؤى الدم لماذا؟ أمها تعمل حركات مي كويسة يا شيخ مخالفة للشرع يعني مخالفة للشرع أنا أيوة عليك ذنب ولا شيء؟ هل في ضرر يعني لو راحت إلى أمها يعني لو أمها لو كانت أمها مشركة الله عز وجل قال وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فهل في ضرر على دينها وأخلاقها إذا ذهبت إلى أمها؟ أمها بالصراحة يا شيخ مي كويسة ما اختلفنا الآن لكن هل على الزوجة ضرر لو وصلت أمها ذهبت؟ يعني أنت الآن تخشى على عرض المرأة تخشى على عفة المرأة تخشى على أخلاقها خشية حقيقية أنا أخايف على زوجتي بالأمان طيب تتصل عليها بالهاتف؟ أيوة أي طيب طيب الله المستعان طيب طيب خير إن شاء الله خير الأخ محمد من الجزائر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي أيوة أيوة إمام يقول أنني ذبحت للأولياء ذبح يعني هو يذبح لا زال يذبح يذبح للأولياء الصالحين يقول ذبحت للوليد فلان أيوة طيب تسمع إن شاء الله أيوة تفضل هناك سؤال خاص به أنا مريض من شيلة نعم مريض من شيلة أيوة نسأل الله لك الشفاء أيوة وقمت بستية وقمت بستية أيوة بستية فيهم لكن العام هذا قدر الله أنني أخبر أسم أن أسمهم أم لا طيب 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 شوف اسمع يا أخي أهلا العام الماضي الأطباء قالوا لك إنك لا تستطيع الصيام مستقبلا لا تستطيع مستقبلا قالوا لي لا تستطيع بيضع لهم يودي إلى مشقة خلصنا شوف إذا قالوا لك العام وقمت بماء كثيرا قمت بماء كثيرا في مدة كثير اسمع إذا علي اسمع إذا قال لك الأطباء في العام الماضي إنك لا تستطيع الصيام مستقبلا فأخرجت الفدية ثم ثم أراد الله وشفاك أو صرت تستطيع الصيام فيكفيك ما فعلته سابقا لأنك فعلته على اجتهاد صحيح وكلام الأطباء الثقات وأنت لا تكلف بأكثر من هذا فالآن تصوم مستقبلا ويكفيك ما أخرجته عما سبق حياك الله ردين من الأردن تفضلي السلام عليكم شيخ عليكم السلام وطي بركاته شيخ وعدت أن أقرأ قرآن عن شخص متوفي هل أنتزم بالوعي؟ وعدت اسمعي وعدت أن تقرأ القرآن على شخص متوفى؟ نعم نعم وعدت من؟ جدتي توفيت ووعدت نفسي أن أقرأ أن أختم لها ختمة أقرأ عنها يعني هذا نذر ولا كلام حديث نفس؟ لا حديث نفس يعني في قرارة نفسك ولم تتلفظ بشيء؟ لا تلفظت مع أختي ماذا قلت؟ قلت أني سأختم لها ختمة بس بدون نذر بدون حلف بدون شيء؟ لا لا منذون نذر منذون نذر طيب طيب أبا علي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام طيب بركاته كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي يا شيخ عندي والدتي أيوة وعندها أعمى فتوفى أبوها وكان أبو الأولاد أبوها لحي لحظة فالأم لا والدتك لها أعمام أي نعم وبعدين أبو أمي ترفى وأبو لا زال حي لحظة جدك توفي أي نعم جد توفي نعم وأبو الجد أبو جدك لا كان لازال حي أي نعم وأبو جدك كان لازال حيا وبعدين نعم ومتوفى برضها أبو أبوها لجد فهل أم ترث مع أعمامها أم لا يعني هل أمك ترث مع أعمامها من أبي جدك أي نعم الجواب لا ترث لأن الأعمام يحجبونها ليش لأن الأعمام الآن أولاد الآن أولاد أولاد الميت يحجبون أحفاده أولاد الميت يحجبون أحفاده فإذا في أولاد للميت لا يرث الأحفاد لأن الأقرب يحجب الأبعد حياك الله حياك الله الأخ عبد الله تفضل السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام وطي بركاته نحبك في الله يا شيخ حبك الله يا شيخ أنا بسأل عن الجمع والقصر إذا استافرت مدلاً في متين وقمت فيها يوم ويومين وبجنبي مسجد أنا أقصر وسمع في المكان اللي قامة اللي أنا تاكن فيه كم يوم ناوي تجلس؟ والله أنا حتى بحيانا أجلس يومين زلالة ما أنا عارف في مجلس ثلاثة وما تعرف كم تجلس فإنه يجوز لك القصر يعني السنة لك القصر وإذا صليت مع الإمام المقيم فإنك تتم ويجوز لك الجمع والأفضل ترك الجمع ولكن يجوز الجمع والقصر كذلك سنة لك مدام يومين ثلاثة ما تذري متى ترجع أنت مسافر تقصر أقصر بيت بدون جمع الأفضل وإذا جمعت جائز بس خلي الجمع للحركة لأثناء الطريق نعم جزاك الله عندي عمارة بنيتها على سنة أني كنت بأستثمرها بأجرها يا شيخ وبعدين ما قدر تكملها الآن عرضها للبيع هل عليها زكايا يا شيخ؟ طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله طيب قبل الفاصل أخونا إسماعيل من السودان قبل الفاصل تفضل إسماعيل إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعي هل نأخذ الفتوى من الصغار أما من الكبار أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله كيف عملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته؟ أقاربه؟ جيرانه؟ المسلمين الجدد؟ الفقراء؟ كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد حياكم الله أيها الأخوة والأخوات نبدأ بالإجابة عن الأسئلة طيب يقول السؤال السلام عليكم وعليكم السلام وطيب بركاته إذا صلت المرأة الجمعة في بيتها تصلي ثنتين أم أربع المرأة تصلي في بيتها ظهرا وليس جمعة المرأة تصلي في بيتها ظهرا ولا تصلي جمعة في بيتها الجمعة فيها الخطبة وفيها اجتماع المؤمنين وليست في البيت وبناء عليها تصلي أربعا طيب يقول السؤال السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته عندي مئة ألف وضعتها في بنك إيراني يعطوني شهريا فائدة ألف ثمامية إذا كانت هذه فائدة على القرض فهذه حرام وربة وإذا كانت تجارة فلابد أن تكون في شيء مباح معرضا للربح والخسارة وفي نسبة معينة تكون شراكة مضاربة ما حكم قول إن الجنة مخلوقة من نور النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الغلوب يعني نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما نغلو به ما قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبده فأقول عبد الله ورسوله فلما نخترع نقول والكون كله مخلوق من نور النبي صلى الله عليه وسلم والجنة مخلوق أه الله أذن لكم أم عن الله تفترون أشهدتم خلقها أين الدليل أليس هذا من عالم الغيب لا أعلموا إلا الله فنبينا صلى الله عليه وسلم نور نعم مبين نعم جمع الله له بين صفتي الشمس والقمر الله قال أنه جعل الشمس سراجا وقال تبارك الذي جعل في الشماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقال عن نبيه يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي الله بإذني وسراجا منيرا فجمع له بين صفتي الشمس والقمر فهو عليه الصلاة والسلام أهم من الشمس والقمر في الدنيا ولكن لا نغلو به فوق منزلته التي أنزل الله إياها يقول إذا نمت عن صلاة الظور واستيقظت مع أذان العصر اترتب الصلاة تصلي الظور ثم العصر إذا وقيمت الصلاة في الصف الثاني رجل يصلي السنة هل يسوى الصف الأول أمامه نعم يسوى الصف الأول آخر موعد لصلاة الفجر هل هو قبل أذان الظهر آخر موعد لصلاة الفجر قبل شروق الشمس لا يجوز التأخير زوجي يمنعني من زيارة أهلي حتى الاتصال بهم بسبب خلاف لا لا تخرجي من غير إذنه ولك أن تتصلي بهم ولو دون علمه الاتصال أما الخروج لا يكون إلا بإذنه هل تجوز لي الصلاة وأنا عندي كيس فيه نجاسة ويتلطق بالنجاسة نعم تصلي على حسب حالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والدي طاعن في السن متزوج من امرأة أهداه الله سرقت كل ماله ولم تحافظ على شرفه والنصيحة طبعا إذا كانت غير عفيفة ما هي مستقيمة والعياذ بالله لا يبقى معها لا يبقى معها لا تلوث فراشا لا تلوث فراشا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ السجدة والدار في سجل الجمعة ما حكم من يقرأ نصف السورة ليس هذا هو السنة يجوز أن يفعل ذلك إذا فعله مرة لكن ما يواضف عليه ويقول هذه السنة السنة أن يقرأها كاملة طيب يقول السؤال السلام عليكم وعليكم السلامة الله مطلقة وعندي بنت أخذها أبوها بعد زواجه والآن طلق زوجتها تربيل وترجع البنت عندي فرفض قال أنا أعرف مصلحتها وهي في ثالث متوسط ما دامت خراص البنت الآن برغت هي عند أبيها لأنها ستخطب منه هو الذي يزوجها ولكن لك الحق أن ترينها لك الحق في رؤيتها ولا يجوز له أن يمنعك من رؤيتها طيب يقول السؤال زوجي يحمل المسؤولية في أقل الأمور ويلعن اليوم الذي تزوجني فيه هذا حرام عليه هذا اللعن حرام ولعن اليوم حرام يؤذيني بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليلة والنهار حرام عليه هذا يقول السؤال بالنسبة لمن يدعو بأسماء الله الحسنى ويكرر عدة مرات لوجع الرأس يستخدم اسما خاصا دون غيره هذا التقييد لا يجوز ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فإن استعمل اسما مناسبا كالشافي فنقول لا بأس بذلك الشافي اسم من أسماء الله ثابت كما في البخاري اش في أنت الشافي يقول السؤال بالنسبة لزيارة القبر هل يشعر بك الميت الله أعلم بذلك الله أعلم بذلك هذا من عالم الغيب والأرواح علمها عند الله وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح وغيره كلاما يدل على أن الميت يشعر بزائريه يشعر بزائريه فالله أعلم نأتي إلى الأسئلة الواردة في البرنامج من الاتصالات يقول السؤال يترك الدخان ويقول أعاهد الله أن لا أعود هذا أعاهد الله أن لا أعود مثل اليمين فإذا خالف عليه التوبة أولا من التدخين ثم عليه كفارة يمين بالنسبة لرمي الجمرات المشروع عند رمي الجمرات التكبير عند كل حصاه لما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمر الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاه طيب فإذا السنة فيها التكبير طيب واحد مثلا قال بسم الله ما علي شي رمي صحيح ولكن تحر السنة بالتكبير فالذي ثبت التكبير فقط التكبير فقط ما في معه تسمية في الرمي طيب تقول أن عندها أسهم في شركة في مصرف إسلامي ومصرف ربوي مصرف ربوي لازم تتخلصي فورا منه وتزكي راس المال والباقي تتخلصي منه وإذا البنك يزكي خلص لكن إذا ما كان يزكي عليك زكاة راس المال والزيادة تتخلصي منها ولا يجوز البقاء مساهما في البنك الربوي لأن المساهم شريك ولا تعاون على إثم والعدوان ما حكم التأمين الطبي إذا أجبرت عليه فليس عليك شيء لأنك أجبرته لأن التأمين هذا التجاري من الميسر لكن إذا أجبر عليه خلص الإثم على من أجبره صالة أفراح يصير فيه عرس إسلامي وأعراص غير إسلامية يجوز أن تستأجر العرس الإسلامي ما دام وقت الاستئجار ما فيها منكر ما دام وقت الاستئجار ما فيها منكر فلا بأس تأجير مع وعد بالتمليك إذا انفصل الإيجار عن البيع فلا بأس هذا إيجار ولما نجي نبوى نتملك نسوي عقد منفصل مستقل مع وعد لا بأس بالنسبة للإشهار في النكاح ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الإشهاد يكفي الإشهاد وذهب بعض العلماء إلى وجوب الإشهار وطبعا فيه فرق فقال أهل كثير من أهل العلم أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ولا يجوز أن يكون بلا إشهاد ولا يصح إلا بعدلين يعني العقد فلا بد من شاهدين حرين مكلفين سامعين فاهمين للنكاح أما الإشهار فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه وقالوا الفرق بين الزنا بين السفاح والنكاح الإسرار والإعلان الإسرار والإعلان ولذلك قالوا يجب الإشهار بل قال بعضهم إذا عقداه ثم خرج إلى الناس وأخبر الناس بذلك صحة ولذلك نحرص على الإشهار لكن عند الجمهور لو أشهد عند الجمهور أن الشاهدين هو نوع من الإشهار أقل الإشهار طيب فلو واحد تزوج في بلد وعمل دعوة خاصة يعني ما راح أعلن في طول البلد وعرضه يصح النكاح لو أعلنه في بلد وما أعلنه في بلد أخرى يصح النكاح طيب الخادمة الهندوسية طبعا من ناحية الجواز يجوز للمسلم أن يأكل من طعام غير المسلمين الطاهر ألبان خضروات فواكه بقول إذا ذبحوا طبعا ما يأكل ذبائح المشركين إلا أهل الكتاب لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس طعام ذبائحهم ولا حرج في استعمال الملابس التي يغسلها الكافر لأن نجاسة الكافر معنوية وليست حسية إلا إذا علمنا أنهم يعني ممكن يلمس النجاسة ويطرع يضع يده في الطعام في الملابس أنه لا يتوقى إذا علمنا إذا لا يتوقى خلاص هذا شيء آخر طيب يبغي يعمل فيه بنك في قسم التحصيل إذا كان بنك ربوي معنى أنت بتحصل لهم الربا يا أخي وهذا لا يجوز معنى أنت بتحصل لهم الربا وأما إذا كان غير ربوي أنت بتحصل رأس المال تبعهم يجوز فلا يجوز إعانتهم على الحرام وزعوا التركة مات الميت من ثلاثين سنة ما وزعوا التركة بالتراضي ماذا بالتراضي لا مانع يقول الذبح لغير الله للأولياء الصالحين طبعا إذا ذبح باسم الميت الشرك أكبر مخرج عن الملة ويفعلوا بعض الباطنية وكان المشركون يذبحون لآلهتهم بسم الله بسم العزة والشرك هذا شرك أكبر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لعن الله من ذبح لغير الله قال الله تعالى فصلي لربك وانحر يعني وانحر لربك وانحر على اسم الله ولا يجوز أكل من الذبيحة لأنه أهل بها لغير الله فالذبح لغير الله بحال حرام لا يجوز طب لو واحد قال أنا أذبح عند القبر بس لله وأروح عند البدوي مثلاً وأقول بسم الله عند القبر نقول هذا حرام لأن ذبحك عند الولي قصدت به نوع تقرب للولي فالذبح أنواع أولاً أن يعتقد أن يقع عبادة تعظيماً للمذبوح مثل أحياناً لمر الرئيس يذبحون وهو يمر فهذا أيضاً ذبح شركي وحرام لأنهم عظموا هذا المخلوق بالذبح عند مروره عظموه بالذبح عند مروره فهذا ذبح شركي طبعاً الذبح باسم باسم المسيح باسم كذا هذا شرك أكبر مخرج عن الملة طيب الذبح عند القبر أيضاً حرام ولا يجوز وفي نوع تقرب للمقبور أو للولي وبدعت المكان الذبح في هذا المكان ليه طيب لو قال واحد طيب ما حكم الذبح للضيوف نقول هذا إكراماً تذبح لوليمة العرس تذبح للعقيقة تذبح للضيف إما أن يكون واجباً أو محصحباً طيب إذا واحد قال أنا أذبح لأتمتع باللحم نقول حلال أذبح للتجارة حلال هذا ذبح يذبح لإسم الله لياكل يذبح لإسم الله ليتاجر يذبح لإسم الله لضيف الضيف يذبح لإسم الله أضحية عقيقة هدي إلى آخره طيب وعدت بختمة لجدتها مدام ما ثبت في السنة أو في الكتاب والسنة التقرب بختمة عن الميت يعني ما ثبت مشروعية قراءة القرآن عن الأموات وإنما ثبت الدعاء له والصدقة عنه والحج عنه والعمرة عنه فنفعل ما ثبت ونترك ما لم يثبت والحمد لله أنه ما عندك نذر ولا حلف طيب بنى للاستثمار ثم عرضها للبيع جمهور العلماء يقولون لا زكاة لأنك لم تنوي البيع لم تتخذها للبيع من البداية فليست عروض تجارة وقال بعضهم إذا نويت البيع يبدأ الحول طيب هل نأخذ الفتاوى من الصغار أم من الكبار هي المسألة ما هي بالعمر هي بالعلم فتأخذ من العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولذلك يتحرى الإنسان من أين يأخذ دينه إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم طيب هناك يقول أنا سائق خدمة حجاج ومقر الشركة في مزدلفة هل أحرم من مزدلفة طبعا إذا جاي للحج لازم تحرم من ميقات إذا كنت ناوي الحج وإذا ما كان عندك نية وما صارت النية إلا في مزدلفة خلص لكن المخيم في مزدلفة إذا ما طرأت عليك النية إلا في مزدلفة تحرم مزدلفة وتذهب إلى عرفة طبعا بعين ترجع مرة أخرى استعمال الجن أثناء الرقية بنية الشفاء من السحر لا نستعمل الجن وإنما نستعمل الرقية الشرعية والحمد لله أما هؤلاء مجهولين كيف تعرف أنه مسلم ولا كافر وإذا أخبرك بشي تصدقه هذا عالم مجهول ينبغي الاحتياط للدين والعقيدة الكنوز المستخرجة من باطل الأرض تقصد يعني معادن طبعا فيها الزكاة فيها تفصيل والأخ قال كنوز تقصد الركاز الركاز فيه الخمس الكنز الذي يعفر عليه في باطل الأرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بالصالحين وأن يخدم بالصالحات أعمالنا وأن يفقهنا في ديننا وأن ينشر رحمته علينا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبصر أخي في طريق الحياة بصائر للحق نورا مبينا تدل الحيارة لذرب النجاة وتجلو الضبابة عن السالكين وفيه هدى الله قرآن تحل القلوب إليه حنينا وهدي النبي شفاء العي يبين ما حير السائلين بشير نذير نصوح صدوق يفيض على الناس عطفا ولينا ترجمة نانسي قنقر